أكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وجود ما لا يقل عن 13 ألف مختطف ومخفي قسري يقبعون في نحو 300 سجن في اليمن وقال مركز المعلومات في بيان إن متابعة مرتكب جرائم التعذيب في اليمن وتقديمهم للمساءلة الوطنية أو الدولية تعد في صدارة مهم منظمات حقوق الإنسان والفاعلين الدوليين وأشار مركز المعلومات في ختام ندوة عن التعذيب في اليمن أن السجون ميليشي الحوثي تعتبر الأكثر بشعة في ممارسة التعذيب الممنهج والإخفاء القسري وشددت الندوة على ضرورة إعطاء مساندة ضحايا التعذيب أولوية قصوى من الدعم والمساندة وتعزيز مسار العدالة الانتقالية التي أساسها وقف أي عنف أو تعذيب وإنصاف الضحايا وتعويضهم واعتراف المذنبين بجرائمهم